بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما وحليفة الله في الأراضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الأمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء هذه الرواية السبق نظيرها لكن هذه فيها إضافة وقالت الملائكة صوت معروف الإنسان إذا قبل أن يبتلى بمصيبة داهية رزية مشكلة فإذا انشغل دائما بذكر الله سبحانه وتعالى فأصواته صوت الدعاء في الحرم في المسجد في البيت قبل النوم وهي في المطبخ أو هو في المطبخ أو في السيارة فصوت الدعاء يصل إلى السماء فالملائكة يسمعونه وهو الآن ما مبتلى بشيء وهو يدعو فإذا ابتليه بمرض بفقر بعدو ودعى الملائكة يقولون صوت معروف هذا خوش رجال كمان كان نعم الرجل وكانت نعمة المرأة فيستجاب له وعما إذا لم يدعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء ففي البلاء يدعو الملائكة يقولون صوت غير معروف فهذه قاعدة من قواعد الدعاء الدعاء ككل شيء آخر له قواعد إذا التزمت بتلك القواعد فإما يستجاب الدعاء أو يكون أقرب للاستجابة وإذا لم يلتزم الإنسان بتلك القواعد فإنه لا يكون جديرا بأن يستجاب له هذه نسميها قواعد الدعاء أو نسميها ممهدات الاستجابة أو تسمونها كما شئتم نقرأ رواية المان الصادق عليه السلام وهذا اللي عبرنا عنها سابقا بالحرب الاستباقية نظير الحرب الاستباقية قبل أن يهجم العدو ادفعه كيف قبل أن يهجم البلاء ادفعه عندنا دفع وعندنا رفع هذه مرة البلاء ينزل تريد ترفعه هذا أسعب الحجر سقط من قمة الجبل عليك كيف تدري تدفعه عن نفسك لكن فهذه مرة قبل أن يتزحزح تمسكه والأمر هواء أسهل فالإنسان عليه أن يدفع البلاء لا أن يرفعه يعني لا أن ينتظر كي ينزل البلاء مثلا هو غني فلا ينفر فيغضب الله سبحانه وتعالى فيسلبه الثروة لا سمح الله فهنا يدعو لا يستجاب له أو كل شيء الاستجابة تكون أبعد طبيعيا الله أعطاهم الأموال لكي يساعدوا الفقراء فإذا لم يفعلوا ذلك ولا إيتاب والمساكين والأرامل وغير ذلك فإذا لم يفعلوا ذلك سلبها منهم وحولها إلى غيرهم الأمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه يقول من تقدم في الدعاء واستجيب له إذا نزل به البلاء وفرض واحد يتخوف من مرض الزهايمر يتخوفه شخص من مرض الزهايمر فمن البداية يكثر من قول يا حفيظ لكي يحفظه من هذا المرض فإما لا ينزل به هذا البلاء أو إذا نزل يكون رفعه عنه أجدر يعني يكون أجدر بأن يرفع عنه ومن هذا المنطلق لنطلق إلى دعاء الليلة الثامنة عشر من شهر رمضان الببارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان وأنزل علينا فيه القرآن وعرفنا حقه والحمد لله على البصيرة أسألك بنور وجهك يا إلهنا وإله أبائنا الأولين أن ترزقنا التوبة ولا تخذلنا ولا تخلف ظننا بك صلي على محمد وآله وعفو عنا وارحمنا أنك أنت الجليل الجبار في هذه الرواية أيضا مقاطع كثيرة للتدبر والتبصر والتفهم والاستزاد نقتصر على واحدة منها في هذا الدعاء الشريف يقول الحمد لله على البصيرة هي نعمة جدا كبيرة وكما تعلمون فأن لنا بصرا كما لنا بصيرة البصر هذا المادي هذه الآلة المعقودة المعروفة هذه الحاسة المعروفة فبالبصر نميز ونرى الأشياء المبصرة المادية أما بالبصيرة التي محلها القلب فأننا ماذا نميز بين الحق والباطل ولذا عرفت البصيرة بأنها نور يفرق بها الإنسان بين الفضيلة والرذيلة وبين الحق والباطل حتى ذاك المدمن على الكذب يدري الكذب مخش المدمن على الخمر والعياذ بالله والمخدرات يدري مخش إن هذه البصيرة موجودة حتى في الإنسان المنحرف وعما في الإنسان المهتدي فإن بصيرته تكون واي أوسع مدى ويزيد الله الذين احتدوا هدى حتى الإنسان الظالم يدري فيه قرارة نفسه لظلمة هذا مو صحيح هيسموها المستقلات العقلية يسموها الوجدانيات الحمد لله على البصيرة الله رزق البصيرة حتى للفاجر لكن بدرجة دانية أن يميز الأوليات الحق والباطل الأولي وأما الإنسان أذافانه صالحاً فإن بصيرته وتزداد نثل العلم العلم نور والطفل عنده درجة من العلم وأستاذ الجامعة عنده درجة أعلى وأعلى فالبصيرته ألا نخلنا نعرفها بتعريف آخر فعرفت بالفطنة في الرواية المؤمنو كيس فطن ذاتي لا يبيع آخرت بدنيا الدنيا سبعين سنة أما الآخر ملايين السنين لا تنتهي فلا يبيع الآخر الباقية لدنيا بدنيا ثانية فإذن البصيرته عرفت بالفطنة وعرفت أيضاً بالنظرة النافذة في عمق الأمور العباس صلى الله عليه وسلم كان عمنا العباس نافذة البصيرة أحياناً الإنسان ينفذ في عمق الأشياء يشوف ما وراء الأحداث يشوف المستقبل فلازم نشكر الله على البصيرة التي علينا أن نحصل على المزيد منها عبر هذه الأدعية الشريفة عبر قراءة الصحيفة السجادية نعجل بلاغة تحف العقول عن آل الرسول أصول الكافي وغير ذلك من روايات أهل البيت صلواته الله وسلامه عليهم الحمد لله على البصيرة دائماً لازم ندعو نشكر الله نحمد الله على البصيرة كي يزيدنا منها بلطفه وكرمه إن شاء الله وعرفت البصيرة أيضاً بقوة الإدراك هاي المعاني هي متقاربة وعبارات ناشتة وحسنك واحد ويقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الحقل إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى الأعمى يعني عمى البصيرة بس يفد الدنيا ما يشوف الآخرة لا يبصر مما وراءها شيئا ما يشوف الآخرة والبصير ينفذها بصره ويعلم أن الدار وراءها ومن هنا ننطلق إلى صلاة الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان لكن نسأل أنفسنا السؤال المعهود وهو أنه هل نريده عندما جاء ملك الموت هذا مصير لكلنا مصير لكلنا أنه فجأة يحضر ملك الموت من حيث تحتسب أو لا تحتسب في سيارة تدهمك لا سمح الله أو سقطة يسقط الإنسان من أعداء أو جلطة في القلب أو المه الإنسان ضعيف شوفونا الآن كدأتكلم وإذا صار شوير في حنجرتي تعفر كل شي سهل الموت تم كل شي سهل يأتي والموت يأتي بغتة والقبر وصندوق العمل فيذا الإنسان ملك الموت كل شي خوف بس إذا الإنسان أراد حسب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين أن يبشره ملك الموت عند الموت بأن الله راضا عن غير غضبان أي بشارة كل شي عظيمة فالطريق إلى ذلك أنه في ليلة الثامن عشر من شهر رمضان نصلي أربع ركعات بعد كل حمد خمسة وعشرين مرة سورة الكوثر أنا أعطيناك الكوثر فبذلك إحنا رح نضمن مستقبلنا أن ملك الموت يبشرنا بأن الله عنا راضنا ألفة الفاتحة مهمة هذه يمبغيان تعمم أن هذه الصلوات قد تسعب على البعض ونجهولون لكن الله سهل وانت ماشي يعني تتوضع وتروح للشور وانت بالسيارة تصلي هاي الصلاة الله يقبل مه والمرأة بالمطبخ أو الرجل المطبخ يعني تصلي استقبال القبلة ليس شرطا حينئذن في عين نوافل يتوضى الإنسان يكبر باتجاه القبلة ثم يمشي ثم يعمل أعمال العادية الروتينية ويصلي هاي الصلوات وبذلك نحصل على الأجر العظيم من غير أن ننشغل عن أعمالنا الروتينية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة